طبعا جلاش بالكنافة وعملنا كمان صنية البسبوسة. اه ممكن الحشو بتاع الجلاش تعمليه وتعنيه في الفريزر عندك. وقت ما تعمليه مش هياخد منك عشر دايق بالزبط. وعشر دايق كمان تسوية. يبقى كده خلصتي الحلويات بتاعتك في اسرع وقت. اه طبعا جلاش ده ما نحشي بكنافة. ومكسرات. واول ما بنحشيه بندخله الفرن بعد ربع ساعة. واعدين نطلعه نصب اه نسقيه بالشربات. ودي صنية الكنافة بتاعتنا. طبعا ما خدتش منينا وقت خالص. طبعا ما خدتش مني وقت اكتر من تلت ساعة. اه طبعا هسيب لكم روابط الفيديو بتاع البسبوسة والفيديو بتاع الجلاش بالكنافة. يا رب بقى الفيديو بتاعنا النهار ده يعجبكم. وانعجبكم بقى الفيديو. يا ريت ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.